السيجر وانا شو رح نتعمل وين الكيسز اولا السيجر ازاي ترانزينت شنو تعريفنا للسيجر يعني ما نقول واحد صار عند السيجر يختلف من ما لابن انا يقول واحد عند ابليبسي السيجر هي عبارة عن ترانزينت دستوربنس in the cerebral function زين عادة احنا لبرين مالتنا اكو بي بارتات مزين الpart الفلاني ديشتغل هسة بس الpartةات البقيةها ساكتة مزين بعدين مثلا آني لمن اتخفت شي راح يشتغل غير part مزين لمن آني دا اسولف دا اشرح هسة ديشتغل عندي فهتpart معين لمن دا نسولف سولف عادية ديشتغل عندي احتيمال غير part لمن دا اتذكرش في غير part لمن دا احس انه آني هسة لازم mouse أو لازم whatever هذا غير part مزين فالبراين يعني هو المفروض ما يشتغل كله بنفس الوقت المفروض ما يشتغل كله بنفس الوقت بالتالي لما يصير عندنا حالة تؤدي إلى hyper-synchronous neuronal discharge يعني الـ neurones كلها they are firing نفس التوقيت شو رح يؤدي؟ رح يؤدي إلى disturbance in the cerebral function ما قلت أنه الـ cerebral function تروح لا تتخربط تصير abnormal function زين أسأسور فيكم شو فإذن ودائما هي transient يعني it will end سواء on its own زين أو سواء أنه إحنا ننضي أدوية حتى نوقفها أوكي فإذن نرجع للتعريف إذن لمن واحد يسألكم شنو seizure زين أو fit a seizure is a transient disturbance in the cerebral function caused by ليش ديصر هذا this function caused by trauma caused by شنو caused by hyper-synchronous neuronal discharge لما نقول epilepsy فهاي حالة chronic يعني شخص من recurrent seizures زين من recurrent seizures without fit cause metabolic أو cause ثاني من الممكن يكون مزيلا هسا نجي نسؤلف عليها فهاي لما نقول epilepsy مزيلا احنا طبعا رح نتناقش أكيد بالclinica مزيلا شوما ذاكريهم تناقشنا يعني بالconfused بالstatus بالacute confusion وقلت لكم بضبط شوان يجي الpatient رح نتناقش بنفس الطريقة seizure إذن is specific طبعا طبعا هنا 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 بعض الناس يستخدمون كلمة seizure overall يقول انه seizure وfit هي مصطلحيا واحد يشبه الزاخ لكن حتى نكون دقيقين بالوصف دائما نقول انه seizure لما نقول انه هذا patient عنده seizure higher related to epilepsy . بس من أقول انه هذا patient صار عنده convulsion او هذا patient صار عنده fit لا مو شرط انه تكون due to epilepsy جوز metabolic conditions يجوز غير عشاء بس شوفوا انا اش كاتب عليها debatable يعني شنو يعني اكو ناس تعتقد بيها واكو ناس ما تعتقد بيها اكو كتب يقول لك seizure و فت ومن داخ نفسك او patient يصار عنده هاي activity يقول ناس لا شنو يقول لك لا انا اريد ان تقول لي seizure هذا بس من epilepsy و fit او convulsion يعني convulsion هاي تكون للحالات اللي هي مو epilepsy اتفقنا اتفقنا زي احنا عدنا epilepsy يعني بيشغل موجود بالمية من الناس تقريبا نص بالمية يعني احنا نقول يعني ما رح نلقى هواية يجوز نلقى تقريبا واحد بكل ميتين شخص مزين تقريبا نلقى شخص بكل ميتين شخص انه عنده فعلا epilepsy ولكن the lifetime risk of developing a seizure واللي احنا بهاي الحالة احنا نمشي انه developing a seizure او convulsion او a fit مزين يعني لده نفسكم انه seizure هي بس يعني epilepsy بهاي يقولون the lifetime risk of developing a seizure or a fit هاته الدخول is 3% اوكي يعني احنا كل شخص من عندنا هسه اللي قاعدين لا سمح الله طبعا اكيد ممكن انه يتعرض الى fit في حياته بالنسبة 3% اوكي اكو ناس صار عندهم ايه اكو ناس صار عندهم اني ولد صديقي صار عنده fit اوكي صار عنده fit convulsion acute يعني طبعا مش انت رايح بوقتها بس كانوا طالعين ولد ويعني المهم صار عنده fit ويعني حتى خابروني قالوا لانه شو هي صار وهي صار مزين فيعني فش كومن تشوفو اي فش كومن تشوفو كلش فاحنا عدنا life time risk of developing do to anything do to واحد ينضرب على راسه metabolic مدرش شنو هواي هسه لحد الان تمام الانترو ما الموضوع بنسبه لكم بس البروفيلانس شون فرق على الفتاموس مفتهم يعني انت البروفيلانس اف ابلابسي مزين كأبلابسي كصراء مزين اوكي كصراء قريبا نص بالمية قزك عن الركانت اي اهام وحنا لما نقول صراء لما نقول ابلابسي يعني صراء يعني هذا الشخص عنده ابلابسي يظل حياته كلها هو عنده كرونيك اتاكس مزين تجي وتجي تروح بدون اي يعني ما بيهفد خلينا نقول يعني هو بس من نقول انه لا والله الشخص عنده ممكن انه ينشمر يعني بالمصطلح العراقي ممكن انه ينشمر اي شخص من عندنا ممكن انه ينشمر بحياته كلها زين تذكرون ذاك اليوم من سؤلفنا وقدت لكم لما يجيكم patient acute confusional status شو نحط ببالنا ماذا قلنا شو نخلي ببالنا قلنا خلي ببالنا في ادنمونيك اللي هو vitamins تذكروا له لا مزين حتى تعرفون الاسباب مزين قلت لكم vitamins نفس الشي وحتى هنا كاني قلت لكم انه ترى نفس الشي رح نرجع عليها بالأبلابسي زين وحسر رجعنا عليها بالأبلابسي نفس المبادئ ماذا vitamins vascular مثل stroke مثل hypertensive encephalopathy زين infection encephalitis meningitis hyperthermia febrile seizure طبعا دوت any infection هنانا احنا صراحة يعني شو قلو لكم الفبرايل يعني fits مين لي تكون دوتوات أو وين تكون بالأطفال سؤال شوية عليها تريدون خلي سؤال الفبرايل انتو بالأطفال هاي طبعا هسا احنا شوية رح نطلع من الموضوع بالأطفال انت رح تجي لردهة النيورو بالأطفال ردهة النيورو بالأطفال انت شنو لازم تفوت يعني فاهم وضابط المواضيع الاتية لازم فاهم وضابط الفت أو ما يعرف بالأبنورمال بودي موفمت لان انت رح تكتب أبنورمال بودي موفمت وين بال بال الشغلة الثانية هي انه انت لازم من تفوت تعرف يعني acute paralytic illnesses يعني يجي patient sudden weakness أو sudden paralysis لازم تعرف البوليو الجيام بري هاي لازم يعني تفهم مزين مين ليهن هذن الاشياء ولازم تفهم شنو تفهم الCP cerebral palsy انت هذن هي ثلاث حالات الاساسية بالنيورو بالاطفال مزين اللي تيجيك ممكن بالlong case انا صراحة ما شايف يعني صراحة اغلب الكيسات هي تتراوح ما بين واحد جاي ويكمس واحد جاي تفهم شنو المسببات اللي قد تسبب له هذا الشي نفسها تيجي تطبقها وحدة من الاسباب يعني يجيك بيشنت احشي لكم في السيناريو يجيك بيشنت عنده شنو عنده كاسترو انترايتس يعني فايت عنده ويكن عنده وعنده 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 طفل عنده وعنده وعنده ويقول لك الام انه والله انت لازم تسأله حتى تعرف دفرانشالاتك لازم تسأل وانت عادة عندك سيستامك تسأل بي على كل الرفيوز او كل السيستام فانت من السيستامات المهمة اللي تسأل عليها انه هذا الطفل عنده دائرة وعنده دائما تسأل صار انشمر اذا تقول لك اي لازم تسأل عليها لازم انا اسأل شو وقت الانس بدت دائما انتو تخلون السوكريت ببالكم هو صح ما للبين انا بالنسبة لي اشوف انه استخدام السوكريت هو اكثر من البين يعني انت صح هنا ما عندك ساعة بس عندك انت عندك characteristics شون الكاركترستيك من هاي الشمرة اللي صارت هل هو البيش صار عنده abnormal flexion and extension movements يعني انقام شمر shaking jerky movements لو لا هل انه البيش لا والله ازين صار عنده مثلا ال eye upward eye rolling لو ما صار عنده صار عنده frothy secretions من الموت لو ما صار صار عنده cyanosis لو ما صار هاي كلها تسألوها بال patients اجدت طالب اسم كوتر خلي شوية ننتظر نرجع شوية لانه اتوقع انه اوكي كوثر اجيتي على الوقت صراحة انه سنحكي احنا pediatric case مزين اوكي فهلا وبيش نرجع سنسولف على الكيس انه لما واحد يجي abnormal body movement in pediatric مزين فش اوه نجي ناخد history ناخد history كامل الhistory يبدي من presenting complaint ما لاتنا اللي هي شو رح نكتب ما تكتبون sejjar ما تكتبون epilepsy ما تكتبون fit غلط تكتبون abnormal body movement بعدين تجون بالبداية تحكون ويا patient تقولون انا اريد احدد هاي مالتنا الفت شو وقت الانست مالتها صار شو الكاركترستيكس مالتها يعني هل هي abnormal shaking jerky body movements extension inflection هل هو بس spasm مزين مرات يجي patient عدة tonic يعني بس tonic مزين يعني مو tonic clonic episode هل associated with frothy discharge from mouth associated with upward rolling of the eyes associated with خلي نقول cyanosis اوكي بحي لازم اسأل عليها كلش مهم انه اسأل على دني حتى افتهم زين بعدين associated features شينو عندي associated with fever زين اجي اسأل على كل الاشياء اللي يعني اللي انا بالي كده فران رشالات احط بالي هال احط من ضمن ها اذا كان الدايرية وضع انا احب انه هاي شوين تنحط بال systemic review لان حتى ترتبون الوضعية تحطوها بال systemic review وعد وعد يعني due to hypo calcine صار عد fit مزين اكو history of ingestion of something مرات baby او طفل صغير وبالع فت شي هاي اكو fever مهم جدا الفيفر هسننزولف بها اكو dairia اكو vomiting مزين وين dairia وال vomiting تجي ويامن تمشي اذا اجاكم patient عند dairia وال vomiting وهال الاشياء هسه فهمكم هاي كل differential مهم بالاطفال مزين فنخليها هاي نجي هسه على هاي الكيس اللي قلت لكم عليه الكيس scenario اللي هو patient gyak dairia و vomiting طفل gyak dairia و vomiting و abnormal body movements فهسه انت لازم تحط differential هذا scenario بي differential تقريبا خمسة خمسة اولا انتو شي تفكرون اول شي تفكرون بي هو يعني هذا الpatient عند gastroenteritis فعلا انتبهوا عند gastroenteritis لو ما عند gastroenteritis افكر بالغastro اقول انه اوكي he has diarrhea he has vomiting و abnormal body movements الدايرة والvomiting تخليني افكر gastroenteritis زيان الغastroenteritis ليش دسوي seizure ليش دسوي عفو fit زيان اولا لانه واحتمال شنو مساوية dehydration زيان و abnormal electrodes خصوصا الhypo والhypernatremic dehydration زيان خصوصا الhypo والhypernatremic dehydration زيان اوكي فيجيك هذا الpatient نقطة رقم واحد نقطة رقم اثنين بعد احتمال هذا الpatient ك gastroenteritis هو عنده شنو شيغل شيغلوس شيغا توكسن شيغا توكسن من الممكن هو بحذ ذاته يسوي epilepsy يسوي عفو sorry fit اوكي يعني abnormal body موضوع اوكي زيان بعد dehydration electrolyte imbalance اللي قلنا خصوصا الصوديوم بعد شنو كالي سيوم مهمين ممكن بعد hypoglycemia ممكن الpatient صار hypoglycemic fit زيان بعد شنو hypoglycemia ممكن انه نخلي بباننا ولا هو it's a rare من dehydration مرات يصير عدهم cerebral venous thrombosis زيان زيان وقد يكون شنو عدنا المريض شبي not gastroenteritis هست تقولولي شون مو gastroenteritis شون مو gastroenteritis اذا هو جاي patient يعني شون لازم نخلي بباننا اذا شنو اذا انه هذا patient قد يكون meningitis قلت لكم بالاطفال المeningitis مثل الطماطع ينحط بكل الكيسات كالدفران زيان وين ما تحطو يرهم خصوصا اذا كان patient شنو اذا كل ما يكون اصغر كل ما يكون طفل اصغر كل ما المeningitis اعراض تكون مور مور مو فقط يجينا الاعراض الكلاسيكا شغلة مهمة بعد اللي هي fever لما يجيك طفل وتريد تعتبر الفيفر تريد تعتبر الفيفر as a part كفبرايل يعني طبعا بالمناسبة ممكن هو عند gastroenteritis و it just provoked epilepsy يعني هو اصلا عند epilepsy ها همين يعتبر differential وهذا بس provocative agent زين لا اكثر ولا قل واكيد نرجع الموضع اللي هو الفبرايل فت لما نيجيك مريض جو الست شهر او فوق الستين شهر يعني خمسة سنين لا تقول اصلا فبرايل فت لان فبرايل فت تكون ما بين الست الستين شهر زين جواها this is not فبرايل حتى لو هم صخن this is not a febرايل زين و ورا الخمسة سنين همين حتى لو هم صخن this is not a febرايل زين اوكي بالنسبة لأطفال فلازم نخلي بانا نشنو انو هذا febرايل فت تسئلون عليها بالfamily history زين لانه من الممكن انه يكون عدهم genetic predisposition يعني من تجي للfamily history ويقول لك الممتعين شنو اهمية الفamily history هنا تقول لا فاسأل على family history for gastroenteritis low for مدرش شنو لا for epilepsy اذا عنده واحد من اهله مصاب بالصرع ممكن انه هذا يطلع اصلا كي اسم الابليبسي او اذا عنده شنو family history of what of يعني febرايل illness او febرايل عفوا ليش دع تجلب febرايل fit زين ابوه من نفس العائلة واتفر خالة عم لعدهم fit family history هاي همين وتعتبر شنو predisposing فاكتر اتفقنا استفادياتوا من هاي الطلعة البسيطة على هاي الطلعة دكتور سؤال اي قيل في febرايل ما اعتبر اذا اقل 6 شهر واذا اكبر من 60 من 60 شهر 60 شهر شهر او او تمام لا لا من 60 شهر يعني خمس سنوات واضح فيجيك طفل سبع سنين عند دائرية وما تشنون هاي وتقول لfebرايل وحتى له مسخن لا ما تقول لها تقول لها دكتور ما يصير هذا طفل شبير فوقل 5 سنين هو ما يصير مو فبرايل وفتحي مزيين بعد شنو اكوش اتشغل اريكم يعني انترستنج معلومة لكم مرات يجيك طفل فايت مزيين تاخذ منه هستري البرحة اجي فات بالعشر بالليل مساعدية للرد انا نقول شنو بعدين وراها انت تجي تتحكي بالهزري تقول لها ايو وبعدين وصار تقول لك والله احنا فوتنا ساعة بالعشرة بالليل شو ساعة بالستة الصباح او شو ساعة يعني دخل نقول بالثنتين بالليل بتلاثة بالليل المهم يعني ورا مفات للمستشفى مزيين تسألها بالبداية تقولها سخن تقول لك لا بس ورا مفات للمستشفى وراها بساعتين ثلاثة اربعة شو سخن مزيين بهاي الحالة انت تعتبر او تعتقد انه هذا اكون يعني february illness لو لا الجواب ايه مرات february illness february illness شنو اني تكلبت بالfebruary illness مستحيل february fit مزيين مرات february fit الفيفر تجو على الفيت مزيين ممكن اي ممكن مزيين حلو نعوف الأطفال هسا نرجع للمدين أوكي دقيقة زين يعني اعتبر إذا فيبرت الجوال الفيت ليش اعتبر الفيت هالفبرايل ممكن أنه تعتبرها فبرايل أنا ذا أقول لك ممكن البريدس بوزيشن يعتبر فبرايل الفيت زين بس شنو انت ما تقول انه هاي فبرايل الفيت وإنما لما السؤال يجيك شنو ممتح أن يجي واقف يقول لك زين هذا هدفلت فيبر بعديا زين وهو بالعمر ما الفبرايل الفيت تقدر تحض ديفرانشال دياجنوسيس فيبرال الفيت زين راح تقول لك اي اكدر تقول لك زين ما صارت وراها تقول لك اي دكتور ممكن مرات في بعض الوقت تيجي الفيت وبعدين تصير الفيفا فممكن بهذه الحالة همين أن نعتبرها كديفرانشال دياجنوسيس طبعا انت لازم تأكيد تستثني الأشياء الثانية المهمة انت متشخص لازم انت تشخص كل شيء تستثني انت يجب ان تتوصل لنا انه هي فيبرال زين حتى لو انت حطيتها بالدفرانشال تتفهمني شون واضح؟ باشي دكتور حلو؟ نعم تمام اوكي منتاز اوكي اي طبعا بالأطفال هاي يعني من الأشياء اللي كل شي يحبوها مزيلا تاريتكم تركزون عليها اوكي ثانية وحدة هاي بس نظاهر انه اكفت طالب داري يفوت بس ما ديطل على اللينك الثانية بس خلي خلي نسوي اوكي نرجح سنكمل الموضوع معنا زين هسا قلنا بالنسبة لل فيتامينز بعدنا احنا وين بالفايتامينز فقلنا ممكن ممكن بعد شنو تي تراما لازم نسأل على الهيستيريف تراما بأي كيس أطفالة أو كبر زين واقع أطفال يعني أكتر شي واقع من فيتشي واقع من البيت واقع من هاي لازم نسأل عليها زين الأوتوميون هناك إذا تذكرون بالكونفوس وسأتزقنا شناها الأوتوميون بس هنا ممكن زين يعني انه يجي هيتش patient زين يعني ممكن patient ممكن يجيك عنده واقع MS SLE sarcoidosis سقول لي sarcoidosis وممكن انه he present يس sarcoidosis he can present زين يعني as such a presentation ممكن فعريدكم تخلوها ببعلكم مزي هذا usually it's a rare but I want you to know it يعني for MCQ purposes مزي metabolic اللي هس السورة فناليها كلها hypocalcemia hyponatremia hypomagnisemia ممكن ال hypoglycemia الhyperglycemia لما نسوي يعني صراحة الhyperglycemia عادة مو لما نتسوي الdiabatic ketoacidosis بالعكس لما نصير الdiabatic ketoacidosis الpatient ما راح يدخل بفت بالعكس راح يدخل بكوم مزي بس يش وكت تسوي في الhyperglycemia خصوصا جمعة type 2 لما نصير عندهم hyperosmolar state مزي لما نصير عندهم hyperosmolar state تقريبا الhyperglycemia يزيل عن ال600 مزي او هيتش يوريميا يوريميك انسفلوباثي نفس الهج اللي حتشين هادا كليوم hepatic انسفلوباثي مزي والبورفيرا قلت لكم هاي دائما تخلوها بس يعني it's very rare for your MCQs مزي ال-I اللي هو ال-ingestion مزي ال-ingestion شوفوا هاي يعني عريدكم يعني عادة احنا من ال-patient تيجي مزي ال-ingestion اكو هواية ميديكيشنز تسبب بنا هاي الاشياء مزي هاي لدخون نفسكم بها يعني حطيتها بعدين قلت انه ما احتي احسن لانه راح شوية يعني الدخون اكثر عادة الهستامين اوكي يعني او يلا اوكي هحتي لكم ايه هاي مثل ما انا مسويها كنيمونيك مزيين حتى تذكرون لما نقول انه عدنا هستامين مزيين يعني شنو هنا هاي الانتي هاي الانتي الانتي كولينيرجيك ممكن الانتي دوپامين ميديكيشن او دوپامين انتاجونيست مزيين مرات اوكي من هذين من هذين الاشياء زين واحد دياخذ insulin او دياخذ يعني oral hypoglycemic agents او whatever زين ممكن hypoglycemic agent تسوي فت بسبب hypoglycemia ياس ممكن مرات اكو ناس عدهم penicillin بالنسبة لهم يسوي فت الفلاجين المترونالي اكو ناس يسوي بيهم فت مزيين اوكي الايزو اكو ناس يسوي بيهم فت بلا الايزو بيه شغلات وبيه ويه حاجي بس الpenicillin جده هو بسيط الفلاجين جده بسيط الناس كله تاخده بس ممكن يسوي فت yes بعض الادوي الantimalarials الكلوروكوين اللي هو همينه يعني بالبداية قلت لكم الكلوروكوين من اجه من اجه كوفيد بالبداية من اجه كوفيد قاموا ينطون يعني الكلوروكوين كثرة فجاو قاموا اكو نيرولوجيكال بريزنتيشن مو الكلوروكوين صوصا مده ياخدو كانوا فترة مو اول شي يعني ياخدو فترة اللي هو ممكن الperipheral neuropathy مثل ما سولفتلكم وهس وحدة اللي هو الapilepsy عفوان الفت يعني مو الapilepsy chemo ممكن cyclosporine chemotherapies overall الانتي اريضمك خصوصا اللايدوكين خصوصا اللايدوكين نستخدم مرات كأنت اريضمك او مرات patient inadvertently وصارت ببدال ما هي local infiltration دخل لل فينا السيستم والنطب دوس كلش عالي فممكن يسوي هدولي الناس تعرفون شنو مرات يسوون يعني عمليات مع التجميل زين مع abdominal wall liposuction أو abdominoplasty أو الاخره فش يسوون يسوون vigorous infiltration with lidocaine vigorous infiltration with lidocaine حتى ليه يصير اكو post-operative abdominal pain أو at the site of the wound يصير اكو فممكن همين بهاي الpatient يصير عند on the table ممكن fit الpatient زين antidepressants بمعروف الantidepressants بس كل واحد كلنا ممكن ناخد اي دوة من هدان الادوية ممكن ما يصير بنا شي لانه it depends on the susceptibility of the patient يعني مو اي patient رح ياخد خلينا نقول chloroquine أو lidocaine أو antidepressants وهي اكيد انتو تعرفو منطقية بعد شنو عدنا neoplasms مزيلا وال s vitamins اللي يواجهنه psychological مزيلا psychological نيجي نسؤال في management of status epilepticus ونرجع ونقول انو patient اللي عنده status epilepticus هو عنده اما one episode lasting more than 30 من ونحن بدل الحقيقة lasting more than 5 من قلنا نقول خلو ما نخلي patient a seizing لمدة مدرج كت هاي نقطة والنقطة الثانية تعريف آخر هو انو two episodes بس ما بيناتهم regaining of consciousness مزيلا اوكي two episodes بس شنو ما بيناتهم regaining of consciousness المهم patient status epilepticus اريد يعني واحد تتفكر قعد patient تجيك first things first first things first تجي انت على هاد المريض مزيلا I insure ABCs I insure the airway مزيلا elpatient لمن انت ادت تشيك لابو l-epilepsy لمن تشيك l-airway تقول ويا ال-A انا لازم احط فد شي اوكي لازم اخلي بالي فد شي ويا ال-B لازم اخلي بالي فد شي مزيلا اوكي يعني W-L-B مو كل بس يعني W-S-C همين لازم اخلي بالي فد شي نقط رقم واحد W-A لازم اني شنو لازم اني anti-oxygen لانه ال-patient تخيلوا انتو دي صير اكتيفتي كل شي بالبراين فتجيراليز يعني اكتيفتي بالبراين بحيث هو سيزن لحد درجة معناها انو البراين رح يحتاج لأكسترا اكسجن من ناحية ال-B W-S-C عادي يعني اكيد انا رحب دي لها شنو رحب دي لها intravenous circulation ورحب دي لها intravenous access واشوف اذا قدرت طبعا دي لها intravenous access مزيلا واسحب شون اسحب منه تذكرون ال-vitamins لو ما تذكروها تذكروها اكيد لما نجلنا انه من يجينا patient seizing مو شرط انه هو يكون epilepsy قد يكون يعني fit او convulsion due to another cause مزيلا مثل يعني مثل electrolyte imbalance renal failure يطلع hypoglycemic electrolyte imbalance زين liver function لازم ادز على نفس الاشياء اللي سؤلفنا عليه اضافتين الى ذلك CBC مزيلا وفور drugs وفور مدر مين وهي سؤلف ها اذا شكيت بحسب leclinical scenario مزيلا حسب leclinical scenario واضح زين patient هسه وصل الى فتمرحلة من epilepsy انه طولت seizure يعني فوق 5 minutes يعني شنو وصل الى فعلا status epilepticus مزيلا ها bm sticks شنو يعني bm sticks هاي bm sticks يعني هي عبارة عن اكو ناس يقولك انه انت مايحتاج الدز على glucoz قيس للي glucoz بهاي يتشكون اصبعة نفس هاي القياس العادي مزيلا تشكون اصبعة وياخدون قطرة مع الدم ويقيسوها شايف هاكيد معدهم جوعة السكة زين هاي يسموها bm sticks ستذرك شان مثل هذا القيم اي هذا فييعني يقول لك هاكو ناس انه تقدار check it من البداية قبل مدهز على مدهزة جلوكوز تقدر تستخدمه طبعا نحن نحرص انه هاي هي ندل وحده فخوما البيشنس نشكشكهم فيتشكوهم شنو فد لانست صغيرة تعافون لانست هاي اللي تشكوهم بها الاذن مثل حتى يساوون بليدنج تايم هاي هاي اللانست كيت شايفيها بالمختبرات ايه بالمختبر مع الفيزيك عافية هو بالضبط فيتشكوه هنا بالمناسبة اكو فيتشي اريد انه يعني اجزده بالانتباه الى بال يعني من يصير خلينا نقول الاربعين ماليمان حسين عليه السلام او يعني بعاشور او فيتشي مو اكو هاي مواكب فمرات واحد يلاحظ اني بالنسبة لي يعني الاحظ بعض الاشياء اكو ناس يجون هم تطوعا منهم مزين دي حاولون طبعا يساون فتشي يعني ايجابي وتطوعا منهم دي يساون فت مفرزة بس هي متعب على الوزارة الصحة فتشي يعني بس مفرزة كلش حلوة يساوها مرتبة بيها ادوية طبعا اطباء بيها ادوية بعد اكثر بهواية واكثر ساينتيفك من كل اللي هاي بس بيها فت مشكلة مرات اشوفها انه البيشنت انت صح تقدر تقيس له الضغط تقدر تساوي لكل شي بس ما لانه انت تجي تقيس تحط يعني pencil وتقيس البيشنت ومن بيشنت البيشنت هذا كلش خطر لان انت متعرف هذا البيشنت احتمال جايك هبتايتس متعرف هذا البيشنت احتمال جايك ما تعرف هذا البيتش شنو حتى لو تروشها بتعقيم حتى لو ما تعرفون هذا البيتش يعني النيدل ما تترجع لي ورا حتى لو تتحطها تغرقها همين ممكن يعني النيدل حتى لو أنت تفوكها للنيدل وتحطها همين ما تقدر تقتل الفيروس فخاف أنتو تشوفون أو يعني تسمعون أو أنهم أهلكم يروحون يمشون أو فتشي من هذا القبيل يعني قولوا لهم وهما مثلا ما يدرون مو من الماديكال فيلد وعدهم ديابيتيز أو فتشي ويريدون يروحون فقولوا لهم أنه لا تستخدم حاولوا أن تتجنبون مرات نشوف في شي مظاهر حاولوا أن تتجنبون وطيسون سكركم وشرحونهم ليش زيان واضحة فهي يعني هيش في هذا الموضوع على البي ام ستيكس زيان مزين ذكرنا حلو حسس سوفر أوكي الأمور أوكي منتاز عافية يستخدمون البن هو مو نيدل يستخدمون البن الأكثر من المريض مزين يعني هو هذا القلم هو عندهم أوكي يشك يطلع دم ويقيس على الورقة مزين هذا هو البن ما رح حتى لو يعقومه ما رح يعني ما رح يفيد بي التعقيم لا يفيد بي التعقيم قولوا يحرق بالجداحة مثلا شون حلاقين من يعقم الموس أي باو شوف يعني هذا طريقة أولا هم يحرق بالجداحة لانتا شايف النيدل مالتا كل شقة يعني قريبة من النيلون مالتا ستبس على النار رأس رح تحرق النيلون هاي نقطة وتخرب البن ثانيا إذا تحط له تعقيم عادي هذا التعقيم عادي ما يكتل الفيروس الجبير مزين لا تفهمي فطريقة خاطئة وخطرة واضحة فهي شي يعني بس لكم والأهلكم يعني خاف اتصر هي شي مستقبل مزين اوكي إذا السيجر هسا مالتنا طولة أكثر من 5 مزين رح ننطي طبعا ميدا زرام شوفوا أكو فرق ما بين ديفيدسون مزين هسا أفهمكم ما بين ديفيدسون وما بين هارسون أنا من سبيلية ما أقرأ هارسون هارسون هواي فالطريقة معينة فيقول لك إذا السيجر طولتك كثر من 5 مزين انت رح تنطي شنو رح تنطي تبدي تنطي ميدازولام أوكي 10 ميلي يا أما تنطي يعني باكالي يا أما تنطي نيزلي زين أو أنه تنطي لورازبام 4 ميلي زين أوكي أو ممكن تنطي شنو تنطي دايازبام يعني بين قوزين رح تنطي واحدة من هذين الأدوية الميدازولام زين أو اللورازبام أو الدازبام شوفوا فالحشاية يعني أنا أو أنتو دايما تنسون هسان تود لما رح تقرون ميدازولام بوكالي نيزلي مدري شنو بس لما رح تنسألون رح شنو يعني رأسا جابون آيفي أو غيرها من الأشياء قريتكم شوية تركزون أنا فالمره من المرادة أسهل فالمرضة بالأطفال هذين هي يعني أوم بالأسهل فقالت لي أنه انشمرت يم الطبيب تخيلوا فالطبيب حط لها فتشي خشم هذين وبعدين رجع طبيعي فمن بعدين يعني قرأت اللي أنا بسويها مرة اللوخ هاي خصوصا ذكرت هاي هاي القصة ذكرت أنه ها هذا ميدازولام مزين لأنه نيزل أوكي فذكروا أنه هذا ميدازولام يستخدم كله سريع وذكروا أنه دايازبا ممكن أنه نحن نحطه باركتا مزين فذكروا هذا الشيء لورايازبا عادة آيفي عادة مزين فالقصد أنه نستخدم ممكن ميدازولام ممكن نحطه بوكالي ممكن نحطه نيزلي ممكن لورايازبام آيفي وممكن دايازبام سواء كان آيفي أو سواء كان راكتالي خصوصا أنت لما ما عندك لائن تحاول أن البايشنت شنو تنطي هذاني الأشياء مزين اللي هن مو آيفي وكي وأن ذان وي وي وإحنا بهذا الوقت أكيد ذا زيان على متابولك بنا ومدري شنو حتى خاف أكوفيد مشكلة زيان يطلع هيبوغلايسين يطلع إلكترولايت أعالج زيان هاي خطوة رقم واحد بنزو دايازبين خطوة رقم واحد زيان إذا سيجر بقت مستمر وراء 30 دقيقة مزين أو بقت مستمر over all صراحة يعني 30 دقيقة شوية يعني pushing it بس بقت مستمر خانا نقول مزين إهنان بهاي الحالة راح تنطون phenyton لدي أخونا أحسكم بالdoses بس أريدكم تنتبهون لهذا البروتوكول يعني أريدكم تخلون ببايكم إنه منه تنطون بالبدال أريدكم phenyton ممكن تنطون أو phosfenetone بالحقيقة كلش ممتاز مزين أو ممكن تنطون شنو تنطون الفالبرويت باكين أو ممكن أنه تنطون الفينوبربيتال مزين أوكي الفينوبربيتال وشيكون حالة المريض وتبقوا under observation وحدة من هذن one of مو تلاثة طبعا one of بقت بعد السيجر مستمر مزين لازم آني شنو لازم آني نقل للإنتنسف كير لأنه هذا البيشن احتمال نضطر إنه شنسوي له جنرال آنيستيزيا يعني هاي آخر الخيارات مالتنا إنه نستخدم شنو الجنرال آنيستيزيا شوفوا Harrison شي يقول تقريبا يعني مساوي لهذا شي يقول يقول إنه إحنا نبدي بلورازبام أو نبدي أي يعني لورازبام أو أخواني طبعا بالأطفال يفضل لورازبام ونحاول دائما إنه نبتعد عن اللازبام ليش لأن اللازبام كل شي يسوي رسپايراتري ديبراشن كارديوفاسكولر ديبراشن على العموم نفس الشي هارسنز هم قايل إنه نبدي بلورازبام نبدي بميدازوالام نبدي بلورازبام أوكي ما عدنا أي مشكلة زين وراها قال شنو قال احتمال نلطيف فوسفنتون أو فنتون ما عدنا أي مشكلة فالبرويت نفس الشي زين أوكي بعديين وراها شي يقول قل وراها أنت مدى تستفاد منه ممكن تنطي شنو فينو باربتال زين يعني يخلي فينو باربتال شوي يعني بالنهاية زين وبعدين بالنهاية يخلي الأنستيزيا فشنو اللي أريكم تفهموا إنه أول إدراك ننطي شنو ميدازوالام أو لورازبام أو دازبام زين مفايدة للمريض عدنا ورا ربع ساعة وبعدها مفايدة للمريض رح أحول مو شرط أنتظر نساعة لا يعني تلات التزمو بهذه التوقيت بعدها مفايدة مفايدة للمريض ورا دوزين وعندما بعدها مفايدة للمريض رح أبدأ أحول على الساكند لاين ميدازوالام اللي يمكن نشنو إنه يكون فانتون أو فوسفانتون صديم فالبرويت زين أو فينو باربتال زين مفايدة ممكن تحطونه ببالكم أكو سبب ممكن يكون رفيرسابل يعني هايبوناتريمي ممكن ننطي هايبر أو أي إلكتروليتي أبلوناتري هايبوكالسي ممكن أنه يعني ويتريتت من هذا الحشي مال مزيين أوكي فنخلي شنو نخلي أعيد أعيد أول خطوة شنو كوثر عندش أول شي طوال أكثر من خمس دقائق تبدين ويا شنو فينو بارب تبدين ويا شنو بنزو دايزبينز مزيين يعني شنو يعني تنطي ميدازوالام أو دايزبينز أو دايزبينز مفادة تعيدي ورا ربع ساعة مفادة تعيدي بعد لا ما ماسموحش تعيدي بس مرة وحتنتي مزيين وراها بعدها مفادة أنت عدتي مرة مرة اللغ ومفادة رح تنطين يا أما فنتون أو فوسفنتون أو أنه تنطين يعني سوديون فالبرويت أو أنه تنطين في نوبار أو أنه تنطين في نوبار بتاعي مفادة مفادة وهدولي ممكن أن الpatients يتحول على general anesthesia هاي الطريقة الوحيدة تترمين ال epileptic status مالت هلو أوكي فهمتها أوكي ممتاز نزيل طبعا طبعا ورما احنا الstatus كمل أكيد رح نجيك للوضعية مالتا كلها من جدا وجديد وراح نعرف انه احنا شنو البروبلم مالتا شنو الترقر مالتا زيان وعدين رح ننطي يعني هاي الأشياء زيان أكو نقطين يعني هي شي الفائدتكم همين أسوال فيكم النقطة أخموحد اللي هي بالنسبة لل فنتون يعني خلوها معلومة باكم الفنتون من استخدم يعني ممكن انه يستخدم بالنورمان سيوين عادي وممكن انه يستخدم بال بالرنجر عادي بس أبد ما تستخدمون الفنتون وهي غلوكوسالين غلوكوسالين يعني أو ما تستخدمون أي شي بغلوكوس غلوكوس أو غلوكوسالين أو ما يصير ليش لأن راح يترسب الدراج وال كريستلايز هاي المعلومة رقم واحد الانترستن حتى لو هي مموكلش بالموضوع زيان هلو هاي نقطة رقم واحد النقطة رقم اثنين بالنسبة للأطفال زيان كفتش يعني مرات الفينو باربتال يكون دراج أوف جويس قبل كل شي يكون دراج أوف جويس تعرفون وين بالأطفال بالنيوناتس يعني يكون دراج أوف جويس فينو باربتال بالكيسات اللي يعودهم شنو هايبوكسيك اسكيميك انسافلوباثي أوكي يلادهم إيبوكسيك اسكيميك انسافلوباثي ممكن ننطيهم مباشرة شنو فينو باربتال مزيان حلو أوكي ممتاز حلو بعد ادنا هاي طبعا نحشين عليها مزيان وطبعا احنا اكوفد خلي نقول عدد من الاشياء اللي اني قريد يعني نسالف عليها اولا تذكرون لما قلت لكم انت مجيك ايش وقت عين يVER strengthening زيان اني افترض ان هذا الges اول مرة يصر عندها ها نشياء عين بالتأكيد عين زيان انا افترض ان هذا الkay صار لفترة وبالمناسبة هذا الحش منحش بالمحاضرة الاولى فامتو اذا محاضرتها ب depths تقدر ج bien نشوه هنقول أقول إنه البيشنط هسه يعني صار عندفد أبلابتك أبسود وأوكي تشخص أبلابسي وأخذ تريتمان وصار له سنة هو كونترول بس هسه إجاني أن كونترول وصار عندفد مزين؟ بها الحالة راح عيد له الإيمجينج مزين؟ راح عيد له الإيمجينج حتى له هو الإيمجينج الأساسي ماته كان شنو؟ كان طبيعي قلت لكم وهاي تقدرون ترجعون لها باللكتور الأولى مزين؟ هسه راح يسأل هو البيشنط راح يقول شوكت أنا هاد الدواء يعني أعوفه لو شونو شوكت أنا أعوفه شوفو راح تحطون تصوير البيشنط يعني الامراي مالته على الميز مزين قدامكم وتقولوا له إحنا راح نحكيها كلاتي تبعونا على الامراي أو على الامراي ريبورت شوفتوا الامراي مالته نورمال جد فنقول له أوكي انت منسبة لك الامراي مالتك جد تستخدم لي الدواء at least two years مزين؟ at least two years وانت خلال هاي الفترة بما انو انت الامراي مالتك لطيف ومرتب خلال هاي الفترة ما صار عندك اي فت وبقية كنترول فور two years خلاص تقدر توقف الدواء gradually مزين طبعا gradually لانا وجدت لكم بالاكتر الأولى ما يصير يعوف رأسا شي يسوي it will provoke status epilepticus هاي نقطة رقم واحد نقطة رقم اثنين يجيك بيشنط لا والله لا brain imaging مو تمام it's abnormal prognosis ما انت مو كلش فاني ش اقول له اقول له لا اقول له انت بالنسبة اليك ممكن انو تبقى على الدراجمالتك فور لايف مزين؟ واتليست يحتاج لك خمس سنين ولازم خلال هاي الخمس سنين انت اصلا ما عندك اي فت مزين؟ واذا ما عندك اي فت خلال خمس سنين اوكي بيها مجال بيها باب وجواب انو انو انت قدر تقطع على المديكات لانه هو شنو عده عدفة ليجين بالبراين طبعا الليجين قد يكون اي شيء fibrosis مو شرط انو يكون في شيء يعني صعب او هاي لا اي شيء ثاني ريزيجي والمال مينجايتس ما تعرفون شنو مزين؟ اوكي؟ هذا قصدي بالاب نورمال مزين؟ فهيسا اذا كان الامجينج مالتا نورمال اكل شيء سنتين اذا كان الامجينج مالتا ابل نورمال اكل شيء خمس سنين وخلال هاي السنتين او خمس سنين هو ما عنده ابد اي ريلابس مزين؟ اوكي؟ الدراج discontinuation must be done gradually على period of three weeks واحجينا ليش؟ مزين؟ ودائما قبل discontinuation نسوي الا EEG مزين؟ يجي ما تمو تمام؟ يعني هنان شوية ندخل في الدباب وجواب ويبقى القرار هو شنو؟ هو up to the patient مو up to the doctor الدكتور راح ينطي نصحه بس الpatient هو اللي يريد ياخده او اللي يريد ما ياخده مزين؟ اوكي؟ بس انا شنو؟ يعني نتعلم القواعد الاساسية مزين؟ من يجيكم patient brain imaging واته تمام؟ اوكي؟ يقول لك زينانج كد هذا اخذ الدول؟ يقول له تاخذ هذا اقل شي سنتين وبعدين وراءة سنتين الله كريم نقدر انه نشوف وضعيتك في ذاك الوقت ونشوف شون بس اقل شي اسا مبدئين تاخده سنتين شفت الامراتي abnormal من البداية يقول له هذا اقل شي تاخذ خمس سنين وراءة خمس سنين الله كريم شوف شونو شوف شو صار خلال هاي الخمس سنين ونشوف الوضعية ونسوي assessment هاي موسيقى